السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي بيحصل الانزلاق الغضروفي النهاردة هنتكلم عن ايه هي الاماكن اللي بيحصل فيها الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري الانزلاق الغضروفي بيحصل في اكتر مكانين ضعيفين في العمود الفقري اللي هي الاماكن المتحركة للعمود الفقري ايه هي الاماكن المتحركة للعمود الفقري اسفل الرقبة واسفل الضار دول المكانين الوحيدين اللي بيتحركوا اثناء الانحناء للامام والرجوع للخلف يعني أثناء ما بتحرك رئابتك لقدام والورا وأثناء ما بتحرك أسفل الظهر إلى الأمام أو للخلف دول أكتر مكانين ضعيفين في العمود الفقري عشان كده الإنزلاق الغضروفي دايما يحصل ما بين الفقرة الخمسة والستة والستة والسبعة في الرقبة وما بين الفقرة الرابعة والخمسة القطنية وما بين الخمسة القطنية والأولى العجزية دول أكتر مكانين بيحصل فيهم الإنزلاق الغضروفي طيب هل كل حالات الإنزلاق الغضروفي بيكون معها ألم؟ في الفيديو اللي جاء ان شاء الله هنتكلم عن الحالات اللي بيحصل معها ألم في الانزراق الغضروفي لو عارف الإجابة كتب لنا في التعليقات تحت الفيديو بتمنى يكون الفيديو عجبك وإفادك ولو عجبك وإفادك شهير وغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي استشار جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخد دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته